اشتركوا في القناة بسببهم شكايات الأقضاء بعد اعتدائهم لفظياً أو جسدياً على المواطنين أثناء قيامهم بأغراض إدارية ومن المنتظر أن تحل لجن وتفتيش بعدد من المقاطعات موضوع شكايات من طرف المواطنين للسماع إلى قياد وجهت لهم مؤخراً استفسارات للرد على الاتهامات الموجهة إليها من طرف المواطنين بقد تفاصيل ممكنكم تشاهدوها بيومية المساء ستة آلاف مغربية حرقوا في 2018 وعنوان اختارينه لكم مشاهدينا من يومية الأخبار اليوم في التفاصيل كشف تقرير حديث أصدرته منظمة الهجرة الدولية أن المغاربة تربعوا على عرش المهاجرين السريين لوصلوا بحر إلى إسبانيا منذ يناير الماضي إلى حدود التاسع من الشهر الجاري وضح تقرير أن عدد المهاجرين المغاربة يزيد عن ستة آلاف باقي التفاصيل ممكنكم تشاهدوها بيومية أخبار اليوم وإلى يومية الأحداث المغربية والعنونات معلومات الخيام تطيح بباروني مخدرات بيروفيو في التفاصيل على إدر مذكرة بحث دولية أصدرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بالبسيجة وضعت قوات الأمنة البيروفية في العاصمة ليد على أحد أكبر بارونات الاتجار في المخدرات على الصعيد العالمي المدعو فيكتور مانويل باقي التفاصيل ممكنكم تشاهدوها بيومية الأحداث المغربية واخذ يوم الجولة بيومية الاتحاد للشراكي والعنونات جزائر تعلن مخاوفها من إنتاج المغرب الغاز وفي التفاصيل بدأت جزائر تستشعر الخطر من إنتاج المغرب الغاز فقد كتبت كبريات الصحف المقربة من دائرة القرارة بقصر المرضاية أن المغرب وجزائر دخل في منافسة اقتصادية حيث أطلق كل منهما مشاريع خاصة بنقل الغاز إلى أوروبا عبر إسبانيا والبرتغال فقد تفاصل ممكنكم تشاهدوها بيومية الاتحاد للشراكي بهذا قنون سمشاهدين الختام شوفوا صحافة إلى اللقاء ودونتم في العيش لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة